نتحدث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من بغداد فاضل أبو رغيف الخبير الأمني والاستراتيجي مساء الخير أهلا بك معنا سيد فاضل ببادية الجزيرة ما وضع داعش ما قوته نعم تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة بالطبع داعش اعتاد على أن يتسربل وأن يتثغر وأن يهرب إلى بعض المناطق التي يعتقدها أنها مناطق ذات مأمل له لذلك قد يتوجه إلى جملة سيناريوهات قد يكون تسربل بعض منهم بين النازحين قسم بعض بين المدنيين وقسم آخر لجأ إلى بعض الأراضي المنعقفة والمنزوية ضمن وديان وضمن كهوف وضمن أسنان صخرية قد تكون متاخمة لحدود العراقية الإيرانية أو في بعض المعسكرات معسكرات الإيواء أيضا داخل العمق السوري كذلك لذلك يعني هو لن يجد ملاذات آمنة له لذلك قد يكون ضمن أفراد مجامئ بأفراد محدودة ضمن ذئاب منفردة قد يتنقل هنا وهناك مدية استخبارات ومكافحة إرهاب الأنبار حقيقة أعطت بعلومات وبيانات كاملة عن عديد وعن عديد توجه تلك القطعان بصورة عشوائية نعم قائد عمليات الجزيرة قال بأن هذه العملية الثانية هذه تأتي ضمن العملية الثانية من عمليات سعادة سيطرة على بادي الجزيرة ما الذي ستتضمنه هذه المرحلة يعني هي المراحل بدأت بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية من الصفحة الثانية أيضا لا ننسى هذه مساحة قد تناهز أكثر من 42 ألف كيلومتر تمتد بصحاري غربية وشمالية غربية ومناطق في غرب الصينية في صلاح الدين ومناطق في جنوب شرق البعاج في غرب محافظة نينوة يعني هناك ميزة في العراق في كل محافظة هناك صحراء لها وهناك مجموعة جزر لها لذلك الأنبار هي أكبر مساحة في العراق أكبر محافظة في العراق فيها أكثر من 10 صحاري كبيرة ترتبط بأكثر من 5 صحاري في صلاح الدين صحراء صلاح الدين صحراء الصينية صحراء تكريت صحراء الديوم وكذلك هناك صحاري أيضا في نينوة وكذلك هناك صحاري متاخمة إلى جنوب شرق الكركوكو هناك صحاري في محافظة ديالة لذلك هذه المراحل هي مراحل غير محدودة مراحل غير محددة وذلك بسبب أن داعش هو يفتقل إلى قواعد الاشتباك فبالتالي هو قد يتنقل في أماكن أي مكان أي ثغرة أي نقطة وهنة قد يعتقدها أنها مأملة يتواجد فيها هناك مناطق حتى ما قبل 2003 لم تكن تحت السيطرة الحكومية في ذلك العهد أيضا ما هي طب الثغرات بما أنك ذكرتها التي ممكن أن يستغل لها داعش؟ يعني داعش في الأمس القريب يعني هذه المناطق سيدتي هذه ما قبل 2003 كان يستخدمها المهربون لتهريب مادة السقائر ومادة الخمور ومادة الأغنام وفيها وديان كثيرة ووادي القذف ووادي حوران وادي حوران يرتد إلى مسابة 350 إلى 400 كيلومتر ضمن حدود محافظة الأنبار ضمن حدود الغربية أيضا من نهر الفرات وباتجاه على الفرات وهذه الثغرات هي الثغرات يعني داعش بنى من 2005 إلى يومنا هذا كان يبني بعض الأقبية بعض الملاجئ بعض المخابة له وبعد أن تمكن وسيطر على محافظات أربع محافظات سماها بأرض التمكين ترك هذه المغارات وهذه الملاجئ ها هو الآن يعود لها لكن هذه العودة لن تكن بمأمن باعتبار أن المناطق المتاخمة تلك السحاري تم تحريرها لذلك القدرة العسكرية العراقية تطورت القدرة الجوية تطورت طائرات دراونس إيروغراف تطورت قم قاعدة المعلومات والبيانات للأجزة الاستخبارية هناك أيضا تطورت لذلك وجوده هو وجود قلق بالنسبة له ووجود غير مستقر ووجود سرعان ما سيتم كشفه لكن هذه السحاري قد تضيع فيها جيوش كبيرة إلا أن قاعدة العاملات المشتركة العراقية تسيطر بطريقة كبيرة وملحوظة على هذه السحاري نرى الجيش العربي في صحراء سيناء أكثر من 60 ألف كيلومتر لم يستطع إلى الآن أن يسيطر عليها مع الإله من الجيش العربي المصري مدعوم من قوات التحالف الدولي أيضا بعد إنجاز المرحلة الأولى دائما حتى لو بعد كل التحضير والتوقع ومن على أرض الواقع قدرة الطرف الآخر العدو التي باتت منهارة في الأوهن الأخيرة يحدث هناك بعض المفاجآت بعد المرحلة الأولى ما الدروس التي يمكن الاستفادة منها يعني أولا هناك دروس عدة دروس عديدة أولا ملاحظة ومراقبة النازحين والهاربين والذين يحاولون أن يتسللوا بين المدنيين ومراقبة الحدود البرية والجوية والطرق النيسمية يعني هناك قد تكون هناك أعداد تسربت إلى الجانب التركي وهناك أعداد أخرى قد عادت هناك من المهاجرين والعرب والأجاربين المقاتلين قد عادوا إلى ديارهم يعني حتى العملات التفجيرات التي صارت في مصر قد تكون هناك أعداد أفراد بصورة فردية رجعت إلى مصر رجعت إلى تونس رجعت إلى ليبيا يعني التحالف الدولي أيضا يقود حرب ضروس على تلك المجامع لذلك هناك حل وحيد سيدتي للقضاء على داعش قضاء مبرمن وهو تعاون جميع الدول مع العراق مع الأجزة الاستقبالية العراقية بسبب أن الأجزة الاستقبالية العراقية تملك داتا بيس وقاعدة بيانات وقاعدة معلومات بالأسماء والصور ومعززة بالوثائق والأدلة لذلك يجب ضبط المناطق الحدودية والمنافذ الحدودية وحركة الطائرات وحركة المطارات للسيطرة والحاول دون تسربهم وتسلهم إلى تلك الدول أنا أشكرك جزيلا من بغداد فاضل أبو رقيف الخبيل الأمني والاستراتيجي